إذا أمريكا متخبطة في علاقتها مع تركيا وهل من الممكن أن تستغني عن هذه العلاقة أو لا تركيا هل أخذت المبادرة في تجاوز عتبة الضوء الأقدر الأمريكي باعتبار أن وزير الدفاع التركي قال على الدول المحالفة أو المتحالفة مع قصد أن تخلي رعاياها وجندها من المنطقة التي ستخوط فيها العملية العسكرية هل التركيا تحاول بالدعم الروسي أو بالتكائها على التواجد الروسي أن تتخطى عتبة الضوء الأقدر الأمريكي نعم هو ليس ضوءا أخضرا بقدر ما هو فرض الأمر الواقع بالحجة والدليل على أن هذه الميليشيا تضر بالأمن القومي التركي هذا ما تقوله تركيا هذا ما تكرره عبر جميع المسؤولين عبر الرئيس أردوغان ووزير الدفاع وغيره من المسؤولين والخارجية أيضا هذا الأمر غير مقبول داخل تركيا مصرين عليه جميع أطياف الشعب التركي حتى المعارضة منهم مقتنعين بأن هذه المنظمات لن تجلب إلى تركيا غير يعني الإرهاب والدماء وإزعاج وإخلال بالأمن الداخلي والقومي لذلك أنا أعتقد بأن تركيا يعني ليس أمامها خيارات كثيرة لا يوجد أمامها غير التخلص من هذه الميليشيا والرسائل العديدة التي وصلت لأمريكا لم تقل غير هذا طيلة هذه الفترة الأتراك بقوا على موقفهم بقوا مصرين على اقتلاع هذه الميليشيا بعيد عن التقاسمات والتفاوضات والجلوس إلى الحوار هدفهم معلن منذ اليوم الأول لهذه الميليشيات أن تركيا جادة في التخلص منه لكن كما قلنا بأن هذه الميليشيا تدعمها أمريكا وهو الحليف القوي للولايات المتحدة الأمريكية لذلك أنا أعتقد هي مسألة موازنات ما بين روسيا وما بين أمريكا إن وجدت الفرصة السانحة بدون أن تخسر الحلفاء لن تتأخر وبالأخير وبالنهاية ستفرض رؤيتها على الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه المسألة حساسة جدا ولا يمكن التفاوض حولها ولا يمكن النقاش حولها داخل تركيا أو مع أي طرف آخر هذه المسألة بالنسبة للدولة التركية هي مسألة مبدأ لن يقبلوا أبدا بإنشاء ميليشيا على حدودها تزعج أمنها الداخلي والقومي أيضا وتبقى تتفرج كما ذكرها بعض المسؤولين الروس وحتى بعض الأحيان الأمريكان قالوا من حق تركيا أن تحافظ على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر